احذر وانتبه أيها المسلم ثلاثة أوقات لا تصلي فيها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ما تقوليش تحت حرم علي الصلاة كمان لا دا احنا بنلتزم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطرى ايه هي الأواءات دي ويطرى ايه نوع الصلاة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تابعون السلام عليكم ورحمة الله معروف لكل مسلم أن الصلاة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ومعروف كمان أن الفرائض الخمس اللي فرضها ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم لها أوقات بداية ونهاية ومعروف كمان أن فيه صلاة اسمها صلاة التطوع أو اللي احنا بنقول عليها كده حصلي لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنك صل في أي وقت كما تشاء ما عدا ثلاثة أوقات والثلاثة أوقات دي على سبيل الإجمال لأن لما تيجي في التفصيل بعد كده حتلاقيهم خمسة مش ثلاثة بس وهذه الأوقات الثلاثة ذكرها عقب بن عامر في الحديث المشهور حين قال ثلاث ساعات نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا يعني ندفن فيها الموتى أو نصلي عليهم فيها صلاة الجنازة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الأوقات الثلاثة دي أو الخمسة بالتفصيل من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن حين طلوع الشمس حتى تشرق قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس كمان ربع ساعة كده تقريبا والوقت الأخير حين يقوم قائم الظهيرة يعني تتوسط الشمس في كبد السماء وتبدأ في الميل إلى الجهة الأخرى إلى أوقات دينا هان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا طيب جميل جدا واحد حيقول لي إيه الحكمة بامن أن النبي ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال أن الشمس عندما تشرق تشرق بين قرني شيطان وحين تغرب تغرب بين قرني شيطان وعباد الشمس يبدأ بالسجود في هذه الأوقات للشمس والشيطان يقف اتجاه الشمس في هذا الوقت حتى يظن بكبريائه وغروره أنهم يسجدون له فالنبي صلى الله عليه وسلم منعا للتشبه بالكفار وسدا لذريعة الشرك نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات جميل جميل لا خد الأجمل بقى هل أي صلاة منه عنها في هذه الأوقات ولا صلاة معينة الصلاة المنه عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع أو اللي بنسميها كده أنا بصلي لله الصلاة لله اللي ما لهاش سبب ولا لها وقت معين ما تصليش في هذه الأوقات صلاة التطوع أبدا هتقول لي بس أنا لو عايز أصل الظهر مثلا في الوقت ده أو أنا صحيط متأخر شوية عن صلاة الصبح ماينفعش أصل الصبح أقول لحضرتك لا الصلاة المنه عنا في هذه الأوقات هي التطوع أما صلاة الفريضة صليها في أي وقت قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك واحد حيقول لي افترض أن أنا دخلت المسجد في الوقت ده ينفع صلي ركعتين تحية المسجد ولا أعود على طول لا أقول لحضرتك صلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت في أي وقت ما فيش أي مشكلة واحد حيقول لي أنا أحيانا بدخل مكة في الوقت ده رايح أعمل عمرة أو رايح أحج فعايز أصلي ركعتين الطواف برضو منه عنهم في الأوقات دي أقول لحضرتك لا ركعتين الطواف تصليهم في أي وقت شئ مدام أنت دخلت إلى المسجد الحرام واحد حيقول لي طف فيه جنازة بعد العصر والناس بتصلي عليها بعد العصر وريحة تدفنها بعد العصر هل ده يجوز ولا لا يجوز هنا اختلف العلماء على رأيين والأفضل والأولى والأرجح أن أنا لا أصلي في هذا الوقت على الجنازة ولا أدفن الميت في هذا الوقت وإنما أصبر شوية بعد المغرب أو أخليها بعد الظهر أو أخليها بالنهار ما فيش أي مشكلة لكن لو في ضرورة ملحة أو الميت مات من فترة طويلة وقعدوا فترة طويلة على ما دفنوه أو كان في مستشفى وجي متأخر وممكن الرائحة تخرج أو نحو ذلك فلا مانع أن نحن نأخذ بالرأي الآخر إلا أجاز الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات ودفنها أيضا في هذه الأوقات هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقلنا صلاة التطوع أو صلاة الجنازة على الرأي الأرجح والأقوى حضرتك بقى التزم بيها تعلمها كويس تعلمها لغيرك وانشرها علشان تاخد أجر تعليم الغير من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية والسلام المترجم للقناة